حياكم والله يا جمعة الخير بمقطع جديد بالقناة وبهذا المقطع رح حاول أجاوب على أكثر سؤال تسألوني في كل مكان يا ممكان وإيش السيتاب اللي تستخدمه أتمنى تسوي مقطع كامل عنه ومدر إيش لعيونكم يا جمعة الخير ذا المقطع مخصص لهذا الشي رح نتكلم عن السيتاب وأيضا رح نتكلم عن أسعار القطع اللي مستخدمة في السيتاب عشان كده أنت يا عزيزي كون عندك فكرة ولو بسيطة عن الأشياء اللي ممكن تجيبها ومن هذا الأخير أتمنى أن هذا المقطع ينال على أعجابكم وقبل لأحد يسئلني بالتعليقات ويقوله ما ممكن إذا الصوت مطلع كويس من هنا رح حاول أستخدم الآيفون اللي حاطف جيبتي اللي فهمت الفكرين إذا ما صار كويس منستخدم هذا المايك ومعلينا أتمنى أن أدعمكم على هذا المقطع جمعة للخير كده نفجر المقطع لايك هات لأنه جالس تصوروا الساعة 12 بالليل الناس نايمين وأنا جسوا بالتحديد بلله خلين نوريكم دعني نوريكم الساعة قبل كل شيء الآن قبل أن نتطرق إلى القطع ساعة الآن 12 إلا أربع دقائق الناس كلها نايمين وممكنه ماسك الكاميرا حيانكم مقطع جديد فهم زوال خواب زبدة هذا هو السيتب اللي ممكنه يستخدموا يا جماعة الخير من سنين هذا السيتب اللي ممكنه ما غيروا أيضا من سنين أمزة والله في قطع شباب حطيتها وشلتها ولكن هذا السيتب تشوفون هنا كده ناشيله ونحطه في الزاوية هنا يا جماعة الخير عندنا الوحش البيس الأسطورة ذا الكيس إن شاء الله رح يساوي له مقطع كامل لأنه صارت في قصة معايا لما اشتريته يعني فعانيت جدا عشان أشتريه ذا هو الوحش اللي رح يحل محل ذا الأسطورة اللي أصلا ما كفة وما وفة يعني وفة وما كفة يعني له الله مدري شي يقولون ذا إن شاء الله رح يتم استبدال مدري شي حل ما سأي شذي حركات أول شي الإضاءتين اللي معان هنا يا جماعة الخير عشان كده نخلص منهم إضاءات لايت بوكس سعر هذه الإضاءات مع بعض الاثنين سبعين دولار أنا أعرف يا جماعة إنه المبلغ شويتين مبالغ فيه كالأداء اللي يعطوك إياها ولكن ولكن إضاءات جدا جدا ممتازة ما نكذب يعني الآن ولو إنه لما أتكلم عن الأداء أتكلم عن مساحة البيض اللي تأخذها شوف المساحة يعني يعطيك إضاءة حلوة ولكن تفقع عينك بنفس الوقت شان كده لكم أداء وأيضا أيش أيضا مساحات بيض يعني هذا المخدين مساحة جدا كبيرة ما علينا خلصنا من الإضاءات الآن عشان لا يجين أسئلة عليه ننتقل إلى الوحش على طول ذا الوحش الأسطورة اللي ممكانه ربا يعني مثل ما يقول شباب ربيت ذا البيسي على يدي الآن الحمد لله غيرت فيه قطع مرة كثير طبعا من ناحية الرمات من ناحية هذا مبرد الهوائي تبع المعالج يعني بدلته كما كان فيه مبرد مائي شلت وحطت مبرد هوائي لن مبرد المائي دائما كان يسوي تسربات اي نعم تسرب بعض الأحيان فيه ناس يقول لك ما تسوي تسربات إلا تسوي تسرب مواصفاته الآن فيه كرت شاشة جي تي اكس الف وثمانين اي نعم مثل ما سمعت جي تي اكس الف وثمانين يا عزيزي المعالج آي سيفن 8700 كي هذا المعالج وهذا الكرت وصلني إلى ما أنا فيه الآن فايش يعني مدري عنك الآن إيش تنتظر عشان تقول لي داك يستخدم بي سي لأحلام مقدر أنا أصير كده ما لها دخل ترى ما لها دخل جيب أي بي سي يمشي حالك فيه ويمشي فيه أنا إلا الآن إذا ما أغير ذا البي سي لأنه ما فيه دعا أغيره لأنه أصلا مكفين لأيش لحتى أغيره يعني ولكن صار الوقت إن أغيره لأن الألعاب اللي تنزل حاليا مع الأسف صارت خفيفة شويتين على ذا أو ثقيلة على ذا البي سي فحبيت إنه غير أوكي بالنسبة للرامات عندنا 16 جيجا رام جدا جدا عاديين وخفيفين ولديدين والباور سبلاي 750 مثل ما تشوفون هنا وبنسبة للديسك فيه تقريبا ثلاث ديسكات ثلاثة تيرا SSD واحد أم دوتو وبنسبة للكارت الأم والله ما أعرف الشكل تبت كارت الأم صراحة شباب ما عندي أدنى فكرة أزبدا كارت الأم في خاصية واي فاي شوفون أحط هنا تبعا لهذا عشان يسوي الريسيف للواي فاي اللي صاير هناك في الزاوية أوكي بس أنا ما أستخدم الواي فاي أستخدم كابل إترنت ماده من هنا إلى هناك شوفون هذا هو الكابل مع الأسف لازم أسوي له بماناجمت أكثر لأن هذا رايح على البي سي مباشرة حلوين جدا الآن أخيرا وليس آخر عرفتوا إيش موصف هذا الوحش الكيس مرة حلو اسم الكيس كاربد كورسير كاربد يعني اللون بلاك أندرد حط أنت بلاك أندرد كاربد بي سي يطلع لك على الطول تمام إيش اسم هذه الشاشة بالتحديد شاشة من أسر اسم النوع الشاشة ما عليك من النوع لأنه انقرضت ما عد يبيعوا منها بالأسواق سعر الشاشة 550 دولار ما تستهل بالسعر أبدا أنا شفت لأنه 144 هرت سرعة استجابة 1 أم اس بس إيش يا شباب إنه ما تستهل فيه الآن ألف بديل بسعر 200 دولار مثلا 250 دولار نجيب نفس الشي 27 بوصة واحد أم اس شاشة الثانية شفونا أمامكم 60 هرتز برضو من أسر أيضا انقرضت لأنه قديمة جدا كنا غيرا دين نقرضت شباب حتى ذلك كارت انقرضت كمان بسمع لنا يعني شباب ذلك الشاشة إيش الفرق بين 60 هرتز 144 هرتز هل هل هتشتري هل هتشتري شوف عزيزي ذي الشاشة سعرها 100 دولار تقريبا هذي السعر 500 دولار إيش الفرق طبعا هذي 500 دولار من زمان الآن 200 دولار خلينا نقول الفرق يا جماعة هو كالتالي شوف الآن سرعة الموز كيف جدا جدا ببيض ما فيه السلاسة أبدا شوف الآن هنا شوف السلاسة شوف باللعب شوف السلاسة تجي هنا ما أدري كيف شوف هنا محلاها سلسة فمن هنا تعرف أنت لازمت ضروري شاشة 144 هرتز ضروري جدا لأنه بالألعاب الآن إذا ما فيه سلاسة مستحيل تستمتع وراح تشوف الفرق من هنا للسماء ولكن هذي ليش غالي أصلا سيتخبركم لأن هذي الشاشة تقلبها تخليها كده تكون بالطول يعني لشان الشات هنا وإلى آخر تمام خلينا ننتقل إلى الويب كام على طول فورا محانا الويب كام من Logitech C922 هذا هو اسمها كان قبل من زمان سعر هذه الكاميرا 60 دولار بهذا الشعر أنا اشتريتها بهذا الشعر بهذا السعر أنا اشتريتها يعني خلينا أوريكم كم جودتها أسطورية وأنه المشكلة دائما ما تجي من الكام نفسه ولكن من الإضاءات نفسها إذا ما في ذي الإضاءات الكام هذي كل شي فيها وحلوة بس تدرون إيش الأحلى أنه الكام ما رح أستخدمها بعد الآن يجبت كام احترافية جدا وإن شاء الله سستخدمها بعد ولكن الكام هذي اللي أنا استخدمها أكيد عندك سؤال الآن إيش الكام هذي الكام يجمعت الخير مناسبة للتصويرات كده مقاطئ أبو عشر دقائر عشرين دقيقة اسم الكام Canon G7 Mark E2 Canon G7 X Mark E2 كده اسمها بالضبط أوكي 490 دولار توقع شي من هذا الحول 480 دولار كده تقري وما حوله تمام بالنسبة لأنه فتحنا الأو بي أس بالمناسبة يعني سنتكلم عن ذالجهاز البسيط اللي أكيد لفت انتباهكم لما شفتوه كده من بعيد أوكي خلي بس رح لأول صفحة وأشرح لكم على الصول إيش الجهاز أول شي اسم ده الجهاز ستريم ديك الجهاز ده بكل اختصار تعطي أوامر من هذا يطبقها فورم بالبي سي مثلا أنا معطي أمر أعطي نفسي ميوت شوف لانيش تحسين هنا نعطي كده ميوت لما أنا أضغط ده كده صار ميوت هذا صار ميوت عشان لاحد يسمعني على طول أعطي ميوت أطفي الأصوات لا يسمعني مفيد جدا بالبث مثلا انتقل لشاشة شوف أضغط هنا ينتقل إلى شاشة اللايف وكده أبث وأولهم أوكي شباب الان رح ننتقل إلى الشات ننتقل إلى الشات ننتقل إلى الشات مرة حلو لها استخدامات جدا كثيرة أنا لانا أوريكم جزء بسيط منها فصراح مفيدة كثير جدا مثلا كده أبي أصور مقطع بروح على هذه الشاشة أنا هنا أصور مقاطع فهذه بكل اختصار جهاز جدا بسيط من القاتو اسمه سعر ذالجهاز تدون كم سعر ذالجهاز غالي شويتين 150 دولار تقريبا 150 دولار صراحة غالي مو مبالغ فيه أبدا مو مبالغ فيه إلا شوية صغيرة ولكن الأداء اللي يعطيكي صراحة جبار جدا لأنه أنا فادني وفكلي أزمه بشكل جدا كبير أحيانا على البث تأتي أغني عليها كوبي رايت أطفي صوت على طول أضغط ذالصوت وخلاص محد يسمع خلاص محد يسمعني أبدا ذالصوت هذه كلها طبعا أنا برمجها من خلال برنامجهم اللي هو هذا البرنامج تحط الصور على كيفك وتطلع الصورة هنا مباشرة أقدر أنا أحط صورتي هنا وتطلع هنا كل هذا أنا بذات نفسي أنا أحطتهم وابس نشوف عندك خواص مرة كثير لها لديك تشغل أغاني كما شوف أنا أحط صفحات يوتيوب كذا أفتح يوتيوب يفتح لي يوتيوب على طول تضغط هنا على طول تحصل هنا موجود هنا ممكاله بالمناسبة شكرا من صميم قلبي على 1.4 مليون ربي إنكم أساطير بشكل يا جماعة تذهب إلى هذا المقطع مثلا الآن تنزل تحتو على زر لايك إذا ما كنت ضغط ستشترك الآن أطلع من الكاميرا وأوريك من أنا الآن تراكم أنت لم تتعرف الآن لم تضغط لايك ورب يزعل منك الآن إذا تخسر أضغط لايك عزيزي شكرا والله مزح معكم شكرا فهذا بالنسبة الجهاز هذا البسيط تمام كذا حلوية نحن نخبركم الأسعار وكل شيء عشان يكون عندكم فكرة لأنه اليوم اللي لاحظتوا أنا أنه أغلب اللي يصورون مقاطع ستتب لا يخبركم عن الأسعار بس يوريكم بشكلة يجيب خبر الأسعار طيب عاد لما فيها شي عشان الناس يكون عنده فكرة لأنه يريد ستبعك يعرف عشان يطمح يجيب مثله لأنه يتابع هذا الشخص اللي هو يتابع يعني بكل اختصار فهمته يريد يشتري غراض اللي هو يستخدمها لأنه يشوف هذا المحتوى حلو دعنا ننتقل الآن يجب المايك ينباع بدون التابعه يعني اشتري بعد فترة كبيرة كنت استخدم هذا المايك في هذا المكان كنت أسبت وأتكلم مرة مرة التابعة يمديك تروح تودي أي مكان بالنسبة لسعر المايك ذا أو شي نوع المايك هو رود NT USB أوكي المايك ذا سعره تقريبا 150 دولار وما حولها بس مايك جبار بكل معنى الكلام عندك أيضا كم اعدادات منهم تتعلي الصوت أو تعلي صوت المايك أو شي بس مايك شباب انت شفتوا جودة الصوت عندي بالمقاطع مرة جدا فخمة وانصح بشكل كبير للناس اللي حابة تبدأ بمايك حلو اقل مايك نتكلم فيه 300 دولار ولا اعلى هذا 150 دولار مرة يكفي الغرض والواجب هذا من رود أيضا مرة حلو يمكنك تشبك فيه الأسلاك متبين أبدا نرى كيف حاطة تنجم حلو وإذا ما كان ذا كان بيض كان من هنا وراح لهناك الستانت مع الأسف من كتر ما هو حلو من كتر ما سعره شويتين مبالغ فيه صراحة سعره 70 دولار يا جماعة الخير تدفع 70 دولار على ذا 150 دراء وطفق نصف السعر يعني ففي عندك بديل له أو بدلاء جدا كثيرين بسعر 20 دولار 30 دولار بدون ما تدفع 70 دولار الكيبورد شباب ايش قصته قبل لاتكلم مع الكيبورد بوجه ملاحظة ذا تشوفون هنا الأبيض ترى ما يروح يعني جسلته أنا مرتين إلى الآن ما راح ما أدري ليش مع كثر للسخدام كده يصير فراح أغيرها بعدين أكيد يعني وما أنصح أحد يجيب لون أسود جيب أي لون كده يكون غامق بس ما تجيبوا أسود لأنه شفت اللي يصير ننتقل إلى الكيبورد الآن هذا الكيبورد شباب شهري بـ 20 دولار تقريبا أو أقل مو ميكانيكي أبدا أنا لشتري يرخيص عشان أنا أحب إذا عصبت يعني إذا خرب فضي طاقتك فيه وما يهمك يعني أنه أحسن أروح أتفع 120 دولار أضغط كده لا كده كده أضغط انتر أضغط جباب الماوس هو أهم قطع تعتبر من أهم القطع بعالم البي سي أو عالم الجيميج أيضا ذا الماوس من شركة لوجي تيك اسم الماوس الآن G502 شوف رحي توضح لكم الآن 321 321 لا تفشيل لا أم أجل لك شباب هذا هو G502 الحلو فيه أنه يتسوي كده تحط فيه أوزان مناسبة علشان إذا كانت يدك ثقيلة ما يكون خفيفة عليك فهمتوا فأشرح لكم الآن كم سعر ذا سعر ذا الماوس على حسب ما أنا اشتريته كان 59 دولار شباب 59 دولار هذا الماوس G502 من لوجي تيك فأتمنى أن نوضحك أيضا لوجي تيك عندها برنامج مرة أسطوري ليش أحب أغراض لوجي تيك كثير أنا حتى أني شاري شوف هذا هو لوجي تيك الويب كام C922 G502 وضحت من أن نوضحك سماعة شباب السماعة هذه آه أحلى سماعة في كل البشر شباب عاد عن إنها مريحة ألعب أحيانا أبث والله يا شباب أو أصور مقاطع 5-6 ساعات أبث أحيانا أصور مقاطع 3 ساعات ما أضايق ولا أحسني لابس سماعة اسم السماعة DT 770 Pro ومكثر ما هي Pro ومكثر ما سعرها أيضا Pro سعرها صراحة شويتين عالي ترون كم سعرها تخيل معي عزيز أن السعر ذي السماعة 120 دولار إي نعم 120 دولار غالي جدا كسماعة أنت هدفك أنك بس تسمع منها ولكن أنا دورت على راحتي صراحة غيرت بين سماعات جدا كثيرين أنا كذا مرت فترة اشتريت سماعات الدنيا كلها فيها الرخاص يعني ملغاليين كنت أدفع ماكسيموم 50 دولار جبت كل المركات جبت ولا شيء أعجبني ولكن خلاص بالآخر طفح الكيل جبت دا أنا أجلس ساعات جدا طويلة أسجل أدور على راحتي دفعت السعر الآن إذا جيت دارجي 1 تيرا تمام جدا خرافية تخيل وكأنها فلاش يو اس بي ولكن هذي أحط فيه كل الأغراض اللي لازمتني بالنسبة لها موسيقى المونتاج أدوات المونتاج وهذا مؤمن ألف يعني انت فاكل الآن اخترقت بي سيك كل شيء موجود هنا كل شيء مهم اسحب وحطه هنا دائما وخليه على جنب لما أقول برامجك ملفاتك 40 دولار ليش رخيص بالاختصار لأنه سرعة النقل فيه بيض هذه بالنسبة لها هذه القطعة البسيطة الآن عندنا هنا ايش عندنا يا جماعة الخير ايش عندنا يا جماعة هذا اليد اللي كسبتني 3-4 سيارات إذا مو كلهم للكزيم يعني كل سيارات الكزيم من هذه اليد آخر اكتشاف اكتشفته أنه لما تضغط زرزر أعلمكم طريقة كيف تكسبون السيارة من عجلة الحظ تنتظرون 3.7 ثوانية من عداد الجوال وتنزل لتحل جربتها آخر مرة وكسبت سيارة من أول مرة وطريقة مرة حلوة ورح أجربها دل الأسبوع بالمقطع القادم نشوف هل تنفع ولا لا بس هذه الطريقة هذا بالنسبة للسيت اللي أنا استخدمته طوال ذي السنين يعني والحمد الله كفاني ووفاني فا أجلس على ساعة جدا كبير هذا الكرسي بطبيعي الكرسي هذا شهرية من محل فرنسي صباحة ما أعرف إيش اسمه بالتحديد إيش الماركة أي كرسي ونفس ذا الشكل ينفع تقريبا أنه كرسي جيميج يعرفون أن الجلسة عليه رح تكون جدا طويلة العائق الوحيد فيه المشكلة الوحيدة أنه ما عند مدين أرفع شباب وتوقع ذا الشي جدا واضح من هذا ما عند مدين أرفع مع الأسف بس هذا يناسبني لأنه طويل أصلا وإذا رفعت رجلي ستصق هنا فبس ما عليكم منذل حوسة والله كل شي بيروح كل شي بتجدد إن شاء الله بالمرة الجاي نفتح لذا ولا صندوق موجود في غرفة النوم هنا معنا هجيب ورح أيضا أوريكم عليه أيضا علشان يكون عندكم فكرة كده على الأشياء اللي رح تصير وأيضا كل ما لما توصلني الطاولة شباب إذا رح أطلب طاولة كده زاوية باللون أبيض أو شي رح حاول أصور لكم كيف بركبها ونحط تنك بي سي عليها ونحط الإضاءات اللي نستلمهم عليها ونضبط شوي مع بعض شي رح تشوف هذه الغرفة الفاضية تتحول إلى مكان جدا خرافي لكل شي صراحي فحس أني ثرثرت جدا كثير شباب ونعزت ولازم أروح أنام يعني خلاص يعني نص اللي جاء تصور مقطع بس والله حاب أني أخبركم عن كل شي هذا كان كل شي بإسم الله مقطع اليوم جمعت الخير أتمنى أنكم استمتعتم من المقطع وإذا في حال هذا الكلام كانت صح إيش منتظر عشان تضغط تضر لايك عزيز شكرا مرة لكم جميعا وتصبحون ألف خير إذا كانت دنيا ليل وصباح الخير إذا كانت دنيا نهار والسلام عليكم ورحمة وبركاته